في مثل هذا اليوم من كل عام يقف العالم أمام أرقام وحقائق بشأن الاتجاهات السكانية العالمية الأمم المتحدة ومنذ عام 1989 أعلنت 11 من يوليو يوما عالميا للسكان وفق آخر بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان فأن عدد سكان الكوكب سيصل إلى ثمانية مليارات نسمة بحلول الخامس عشر من نوفمبر المقبل مع توقع أن يبلغ العدد ذروته بنحو عشرة مليارات واربعمائة مليون نسمة عام الفين وثمانين وتوقعت بيانات المنظمة الدولية أيضا أن تحلل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام الفين وثلاثة وعشرين بلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم واحدا بالمئة في العام الجاري ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدم إلى الصفر في حين معدل الزيادة الطبيعية في الدول النامية مثل أنجولا يصل إلى ثلاثة فاصل الاثنين في المئة في الأرقام كذلك ارتفع متوسط العمر على الصعيد العالمي من أربعة وستين عاما في أول تسعينات إلى ثنين وسبعين عاما في ألفين وتسعة عشر وعشر تقرير الأمم المتحدة إلى أن التقدم في مجال الصحة أدى إلى إطالة العمر وخفض أعداد الوفيات الأمهات والأطفال لكن المقلق أن هذا التقدم ليس عالميا بالإضافة إلى ذلك يشهد العالم مستويات عالية من التحضر تسارع الهجرة ومن المتوقع أن يعيش ستة وستون في المئة من سكان العالم في المدن بحلول عام الفين وخمسين بينما وصل العالم إلى مرحلة قاتمة تحديدا في مايو الماضي حين بلغ عدد النازحين قصريا في أنحاء العالم أكثر من مئة مليون شخص ووفق الأمين العام للممتحدة أنتونيو غويتيرش أن هذه الاتجاهات بما لها من تأثير في الحماية الاجتماعية والتنمية وتوزيع الدخل تستدعي رفع الجهود المشتركة وليفاء بالتزامات المقطوعة لوضع الكوكب على المسار الصحيح موسيقى